معرض الصحافة من قناة الشروق نيوز أهلا بكم وهذه جولة سريعة للإطلاع على أهم جاء في مختلف الصحف الوطنية والعربية والبداية مشاهدنا أفاضل بيومية الشروق التي عنوانت صفحتها الأولى بمختلف المواضع وجاءت كالتالي الجزائر قلعة السيادة الغازية وإعلان الجزائر يضبط خارطة طريق لمستقبل سوق الغاز في عنوان فرعي لموضوع واحد الرئيس تبون يرافع للحقوق السيادية للدول الأعضاء ومصادقة بالإجماع على قرارات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز عادت جريدة شروق على الصفحة الأولى إلى موضوع دولي وكتبت هذه بنود الخلاف والاتفاق بين المقاومة والصهايين بينما كتبت في مواضع متفرقة ما يلي تخفيضات هامة على أسعار كل البقوليات الجافة وتقرؤون أسفل الصفحة الأولى في الرياضة بيت كوبيتش يحضر قائمة موسعة إلى بن رحمة وبراهيمي وتكيف التكوين لإنهاء ظاهرة الدكاترة البطالين وفي موضوع أخير هكذا يتم ترسيم معلمي الإنجليزية والرياضة بالابتدائية نبقى وإياكم ضمن معرض الصحافة لنهار اليوم واخترنا لكم من يومية الشروق هذا المقال الذي عنونا كالتالي خارطة طريق سوق الغاز تنطلق من إعلان الجزائر صادقت عليها بالإجماع القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ورفض التسقيف لتسقيف الأسعار والعقوبات الأحادية ضد أعضاء المنتدى توجت القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بتبني واضح لموقف الجزائر ورؤيتها ما جعل منها بمثابة خارطة الطريق المستقبلية لسوق الغاز وعلى رأسها رفض سياسة تسقيف الأسعار والعقوبات الأحادية التي لا تحظى بتأييد من مجلس الأمن الدولي وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن موافقة جميع أعضاء المنتدى الدول المصدرة للغاز وبالإجماع على إعلان الجزائر وهي الوثيقة التي حملت تأكيد على نجاح موعد الجزائر من خلال توافق كامل بين الدول المشكلة لهذا التحالف الطاقوي كانت الجزائر وفية لتقاليدها في تقريب وجهات النظري في هكذا أو هكذا مواضيع بالإعلان حظية بدعم كافة الأعضاء نبقى وإياكم ضمن جريدة الشروق لنهار اليوم وإلى مقال آخر عنونا كالتالي تكييف التكوين لإنهاء ظاهرة الدكاترة البطالين والوزارة تشدد على احترام الآجال المحددة لمناقشة الأطروحات طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مديري الجامعات التحضير لربط عروض لتكوين في الدكاترة بحاجات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لاستعداد فتح مسابقات الدكتورة لسنة الجامعية 2024 وفي إطار الإصلاحات التي تعكف عليها الوزارة من أجل مراجعة التكوين في الطور الثالث أو الدكتورة وخلافا للسنوات السابقة أمرت الوزارة بعقد لقاءات تقييمية لتحضير التكوين في الدكتورة حيث جرت عبر مؤسسات التعليم العالي في الفترة من 11 إلى 20 فبري المنصر وكشفت عن بعض الاختلالات التي شابت التكوين في الدكتورة طيلة السنوات تطالعون عديد النقاط تأتيكم ضمن هذا المقال إلى جريدة الخبر وتقرأون فيها ما يلي بالبونط العريض عنوانات إعلان الجزائر رسالة الإجماع والرئيس تبون يؤكد نجاح القمة رفض تدخلات وتسقيف الأسعار وضمان سيادة المنتجين تطالعون أسفل الصفحة الأولى في عنوان منشق أمطار الخير تعيد الحياة للسدود ومخزون سد بن هارون يفوق مليار متر مكعب كما عادت اليومية على الصفحة الأولى إلى مواضيع مختلفة تطالعون فيها هكذا سيتم تسليم والمجرمين واسترجاع الأموال مع تونس وأكثر من مئة ألف شهيد وجريح بقطع غزة دون أن ننسى عديد المواضيع التي تأتيكم على الهامش الأيمن لجريدة الخبر لنهار اليوم من يومية الخبر إلى جريدة الموعد وتطالعون فيها قمة المنتدى أو قمة منتدى الغاز الجزائر تكسب الرهان والرئيس عبد المجيد تبون يؤكدوا التزام الجزائر بالعمل من أجل مستقبل مشترك وواعد للغاز الطابعي إعلان الجزائر خطوة مهمة في الاستجابة للتحديات الراهنة وفي عنوين فرعية الرئيس تبون يؤكد نجاح القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة لألغازون أن ننسى أدقى التفاصيل التي جاءت في هذا الملف كعنوان رئيسي نبقى وإياكم ضمن اليومية وتقرؤون على الصفحة الأولى مجزرة جوعة غزة تعري المجتمع الدولي وفي موضوع آخر وطني الموعد اليومي تنقل مبادرتها لباس اليتامة إلى قلب قطاع غزة نبقى وإياكم ضمن جريدة الموعد واخترنا لكم منها هذا المقال الذي جاء فيه وزارة التعليم العالي تكشف عن عروض جديدة للتكوين في الدكتورة أين أبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إرسالية مدري مؤسسات التعليم العالي بخصوص ربط عروض التكوين في الدكتورة بحاجات القطاع الاقتصادي والإجماعي والاجتماعي وجاء في الإرسالية أنه طبقا لمخرجات اللقاءات التقييمية لتحضير التكوينات في الدكتورة المنعقدة من 11 إلى 20 فبري الماضي وفي إطاره مسعى القطاع الرمي إلى ترشيد فتح عروض التكوين في الدكتورة لا سيما من حيث عدد المناصب وضبط الشعب أكيد مشاهدنا الأفاضل يأتيكم هذا المقال ضمن يومية المعيد وتطالعون فيه نقاط مهمة جدا فيما يخص هذا الموضوع إلى جريدة المساء وتقرؤون فيها قمة الجزائر انتصار تاريخي حققته الجزائر في هذه الدورة وإعلان الجزائر خطوة لمواجهة تحديات مستقبل الغاز تطالعون على الصفحة الأولى في عنوان رئيسي الرئيس تبوني تلقتها نقادة وزعماء الدول المشاركة بعد نجاح قمة الجزائر وقمة موتد الدول المصدرة للغاز كللت بالنجاح التام دون أن ننسى مختلف المواضيع المتفرقة التي تأتيكم ضمن يومية المساء إلى مقال ضمنها اليومية وجاء فيها الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق دولي وباكستان تدين بشدة مجزرة الطحين بمدينة غزة لا تزال مجزرة الطحين التي اتكبها جيش الاحتلال الصهيونية ولا أمس في حق مدنيين عزل من أبناء الشعب الفلسطيني كانوا يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية في غزة تثير المزيد من ردود الفعل الدولي المستنكرة والمطالبة بفتح تحقيق دولي في واحدة من أبشع الجرائم التي كشفت مجددا عن الوجه الدموي والهمجيل المحتل الصهيون وطلب الاتحاد الأوروبي بتحقيق دولي في استهداف مدنيين بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية عند منطقة دوار النبولسي بشارع الرشيد في مدينة غزة بما أدى إلى ارتقاء 118 مواطن فلسطيني وإصابة ما لا يقل عن 760 آخر إلى جريدة الغذ اليومية وتقرؤون فيها مختلف المواضيع أبرزها قمة الجزائر إعلان لمواجهة التحديات والدول المصدرة أكدت رفض أي رفع للأسعار بدوافع سياسية وتتمسك بسيادتها على مواردها الطبيعية ونيجيريا ملتزمة بتجسيد مشروع نيجال مع الجزائر أمبوب الغاز العابر للصحراء سيعزز الإمدادات في السوق العالمي تقرؤون على الصفحة الأولى الجوع يفتك بأطفال فلسطين وتشكيك أممي في الرواية الصهيونية بشأن مجزرة شارع الرشيد كما تقرؤون في مواضع متفرقة نحو إعادة تحيين معايير فتح الصيدليات الخاصة والأمطار ستتناقص تدريجيا بـ 25% في الجزائر إلى غاية 2050 دون أن ننسى مختلف المواضع التي تأتيكم ضمن يومية الغد لنهار اليوم ولكن نبقى وإيكم ضمنها اليومية واخترنا لكم منها هذا المقال الذي جاء فيها الكناب ستؤكد ضرورة فتح النظام التعويذي وإشراكها في إثرائها أكدت نقابة المجلس الوطني للمستقبل مستخدمية تدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابسات على ضرورة فتح النظام التعويذي وإشراكها في إعداده وإثرائه وتوسيع ضائرته من أجل الرفع من المكانة المادية والمعنوية للأساتذة وأشار بيان النقابة إلى انعقاد أشغال الدورة العادية للجمعية العامة الوطنية للنقابة كنابسات أيام الثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين في فبري الماضي ببسكرابي بحضور ممثلين عن مختلف الولايات يأتيكم هذا المقال بعديد التفاصيل تطالعونها ضمن يومية الغد الجزائرية من الصحافة الوطنية إلى الصحف العربية وإلى جريدة الشرق الأوسط التي عنوانت بما يلي إسرائيل لا تختبر العشائرة لحكم غزة والكويت تمنع التجمعات غير المرخصة كما كتبت مساعي أمريكية جديدة لضبط إيقاع مواجهات الحدود اللبنانية وفي الثقافة جنازة حلم بكر عارقة وسط خلافات عائلية دون أن ننسى مختلف المواضيع الإقليمية والعربية والدولية التي تأتيكم ضمن يومية الشرق الأوسط عفوا بيومية الشرق الأوسط نأتي وإيكم إلى ختام معرض الصحافة لنهار اليوم كانت هذه أبرز العنوين لنهار اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء إلى اللقاء